اهلا وسهلا جديد بكل متابعينا في انضملنا نديم الظواهري بالاستوديو نديم صباح الخير يسعد صباحك معنا نديم بداية مباراة مبارح اللي بثت عبر رؤية المنتخب الوطني يتفوق على دنمارك بفارق نقطة كانت من نتيجة ثلاث اثنين مزبط شو رأيك بهذا اللقاء؟ يعني بصراحة كان بالمنظور العام فوز مهم بالنسبة للمنتخب معنوي أكثر من ما هو يعني نحكي بأي تفاصيل ثاني بصراحة لأنه عم نحكي عن منتخب الدنمارك شاهدنا الانباء اللي وردت أنه منتخب تحت 21 عام فعم نحكي عن منتخب شاب أسماء صغيرة ما كان طبعا المنتخب الأساسي لأنه زي ما منعرف احنا منلعب خارج أيام الفيفل فبالتالي ما بيستدعوا اللاعبين الأساسيين اللاعبين المحترفين في الأنديل الأوروبية فبالتالي هو كان منتخب الصف الثاني فبالتالي ما كانت الفائدة نرجوها يعني شفنا فيه أخطاء كثيرة عن بعاني كان منها المنتخب فيه خلل في وسط الملعب شفنا خلل على الظاهرين يعني كان فيه بعض المشاكل لكن بعد مباراة تعادل مع ليبيا ومن ثم خسارة من فنلندا كنا بحاجة ولو إلى فوز معنى وإذكر من أي شيء تاني نديم كان بالمباراة أتوقع بما أنها مباراة ودية دروس وفحص لمستوى اللاعبين والخطة التدريبية مئة بالمئة مهند نحن نحكي أنه في أسماء تتجرب في أسماء تخوض المباراة لأول مرة في أسماء جديدة على التشكيلة هاي بحد ذات درس ويعني فرصة كويسة بالنسبة للمدير الفني جمال أبو عبد أنه يطلع الأسماء عن قرب ويشوفهم على أرض الملعب لكن بصراحة لازم أنه نوصل رسالة للجهاز الفني والإداري بالنسبة للمنتخب أنه في قادم الأيام هو جهز الخطة لحد نهاية السنة لكن يجب أنه نختار أيام لعب المباراة الودية بعناية أكثر لازم يكون في أيام خلال أيام الفيفا حتى نقدر أنه نستدعي اللعبين لأنه نحن اليوم مش مستدعين اللعبين المحترفين ويتواجهها ما رح تقدر تستدعي لعبيتها فبالتالي هون في مشكلة كثيرة كبيرة لازم يكون في مباريات خلال أيام الفيفا حتى نقدر أنه يعني نختبر اللعبين لأنه بالنهاية أنت بدك توصل لتشكيلة ثابتة أبو عبد لازم يختار التشكيلة اللي بدي يعتمدها دائما مش اليوم بيختار مجموعة من اللعبين وبكرة بس يصحلوا ييجوا اللعبين المحترفين يزيدهم على التشكيلة هون بصير ببطل في الانسجام اللي هو بدي يوصل له نعم أكيد نتمنى أنه كان المعسكر يعني هذا التدريب في أبو ظبي أعطى خبرة جديدة لللاعبين وحتى للمدرب خلينا نحكي شوية عن مانشستر يونايتد اللي فاز على ستوك سيتي وقلص الفارق كيف كان اللقاء؟ يعني مانشستر فاز بثلاثة أهداف نظيفة مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد عم نحكي أنه كان مرتبط هو وليفر بول وتشلسي برصيد 47 نقطة فبالتالي كان الفوز فك الارتباط مع تشلسي مع ليفر بول كل واحد يتابع كرة قدم يعرف قوة وأهمية الدور الإنجليزي وشراسة المنافسة خصوصا ما نحكي مانشستر سيتي بالصدارة بفارق 12 نقطة عن اليونايتد بعد هيك عم نحكي 50 نقطة بالنسبة لليونايتد بعدين 47 تشلسي أرسنال يعني فيه تقارب كثير كبير 44 توتنهام فبالتالي الدور الإنجليزي دائما ما عودنا على الإثار عودنا على صعوبة التكاهن بالنتائج فوز كان مهم جدا بالنسبة لليونايتد هو عم بقدم مستوى مميز ولكن أعتقد أنه مشوار الدوري طويل جدا وممكن يكون فيه تقلبات كثيرة نعم يعني نديم بدي أشكرك كنت معنا في هذا الصباح شكرا لك مهند شكرا لكم شكرا لكم